تزامناً والهزات الأرضية الارتدادية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نظمت ولاية عين الدفلة ملتقاً جهوياً حول طريقة التعامل مع مختلف الكوارث الطبيعية وذلك بالقيام بمنورات افتراضية تدريبية تطبيقية لأعوان الحماية المدنية لمعرفة مدى جهزيتهم وقدراتهم في التعامل مع الكوارث اخترت ولاية عين الدفلة كمكان لإجراء مناورة اخترنا هذه المنطقة للتخيم وهي بجوار منطقة صناعية لولاية عين الدفلة واخترنا كذلك منطقة المناورة لإبان عروة ورشة بناء وانهنا افترضنا سيناريو ووقوع الزلزال وهنا دخلت هذه الفرق الأربعة نذكر منها فرقة ولاية عين الدفلة فرقة ولاية شلف وولاية تيسمسيت وولاية بازا هذه الفرق تلقى تكويناً نظرياً وميدانياً ومدعمة بعتاد عصري جد متطور وتبقى فرق التدخل أثناء وقوع الكوارث الطبيعية مجندة في حالة طوارئ قصوى في مجال إنقاذ الأرواح والممتلكات من خلال التدريبات التطبيقية التي تتلقاها تحت إشراف خبراء في المجال